كهلا سلام عليكم كيف حالك امتنان؟ وعليكم السلام من أين تكلميننا؟ من حايل من حايل امتنان جاكم من طار ذالأيام؟ لا والله عد حايل ديار ديار الخير حايل ما شاء الله تبارك الله أهل الكرم و أهل الجود طيب امتنان عارفة لطريقة المسابقة؟ أهل شراحة شري طيب المسابقة بيطلع لك سؤال السؤال في 25 ثانية أنا بساعدك فيه مضبوط سؤال الأول إذا جاوبتي ننتقل مباشرة للسؤال الثاني السؤال الثاني ما رح ساعدك والوقت 20 ثانية إذا جاوبتي تدخلين معنا في سحب اليوم 200 ريال عندك خيار تروحين للسؤال الثالث وتدخلين معنا في سحب اليوم إذا جاوبتي صح وسحب الحلقة الاختامية للجوائز الكبرى أو تقولين لا والله أحافظ على سحب اليوم لأنك لو خطيت في سؤال الثالث رح يروح عليك حتى إجابتك الصحية بالسؤال الثاني واضحة كده؟ أي واضحة طيب يختار لك الكمبيوتر يامتنان إحدى المسارات الستة لمسارات اللغة العربية في برنامج سباق العلوم خلينا نشوف المسارات بسم الله في الأدب ما جت الكتابة ما جت الأدب أيضا الأدب اختار لك ما شاء الله تبارك الله يامتنان الأدب طبعا أكيد عندك معلومات عامة في الأدب ليس بك صعوبة النحو الصرف جاهزة امتنان 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 ألو امتنان هذه الأسئلة ما فيها صمت لا لا إن شاء الله مباشر الوقت ضيق ما يمديك خلاص؟ يلا بسم الله السؤال الأول يامتنان يقول اسم الشاعر الملقب بالمتنبي هو محمد بن علي أو أحمد بن صالح أو أحمد بن الحسين هاي امتنان طبعا المتنبي معروف كلقب محمد بن علي أحمد بن صالح أحمد بن الحسين أنا أقول ختامه مست أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين متأكدة حتى قبل لا أساعدك امتنان قلت يا أحمد بن الحسين وهذه إجابة صحيحة يا امتنان ما شاء الله تبارك الله طبعا كثير من الناس يعرف المتنبي المتنبي طبعا هو الشاعر المشهور بلقبه يقال إنه في فترة من فترات صباه ادعى النبوة هذه من لماذا سمي المتنبي فسموه المتنبي لكنه اشتهرت له أبيات كثيرة تدور على ألسنة الكبار والصغار الملوك يعني أبيات حكمة من أبرز أبيات مثلا على قدر أهل العزمي تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم أيضا هو القائل الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والربح والقرطاس والقلم يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي أو في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم عندها أبيات المتنبي كثير من الناس يرددها ويكتبها في اللوحات والصحف ولكن لا يعرفون أنها للمتنبي طيب يا امتنان معنا يا امتنان ننتقل للسؤال الثاني السؤال الثاني يا امتنان يقول مؤلف كتاب الأدب الصغير هل هو ابن المقفع أم ابن الأثير أم ابن المعتز عبدالله بن المقفع عبدالله بن المقفع ما شاء الله تبارك الله امتنان جبتي لسؤال إجابة من وين من جوجل طبعا من جوجل وين الكتاب عندك لا لا عارف الإجابة عارف الإجابة ما شاء الله تبارك الله واضح من إجابتك السريع أنك تعرفين فعلا إجابتك الصحيحة وهي ابن المقفع مؤلف كتاب الأدب الصغير ما شاء الله تبارك الله امتنان دخلت معنا في السحب على 200 ريال لهذه الحلقة هل تقولين أبا غامر وادخل للسؤال الثالث ولا تقول أبا حافظ على المكتسبات وش رأيك امتنان اي لا أبا غامر بتغامرين ايه طيب أنا لما شفت السؤال الثالث جتني بسمة كذا لأنه فعلا مغامرة صعبة تكون نستعين بالله ايه يرمى طيب السؤال الثالث يمتنان يقول الضرب من مصطلحات علم الجدل أم العروض أم الاشتقاق الضرب من مصطلحات علم الجدل العروض أم الاشتقاق خمس ثواني امتنان خمسة أربعة لا لإجابة فاسة فاسة الاشتقاق ايه متأكدة ايه متأكدة ايجابتك للأسف يا امتنان غير موفقة للأسف الكمبيوتر طبعا أظهر أن الإجابة الصحية هي العروض ما عليش يا امتنان كانت مشاركتك جميلة صراحة وإجابتك في السؤال الثاني كانت أيضا بثقة لكن السؤال الثالث لم تكن إجابة موفقة لذلك نعتدر منك امتنان فات عليك دخول معنا في سحب الحلقة والسحب أيضا على ختام الحلقة لكن أنا بقولك شيء امتنان البرنامج إن شاء الله مستمر وهذه أول حلقة ومشاركاتك القادمة ستكون أكثر وتدخل معنا السحب أكثر من مرة بإذن الله طبعا الضرب من مصطلحات علم العروض علم العروض علم يختص بي اللي هو وزن الأبيات امتنان امتنان